اهلا بكم مجددا معكم نورة سعالي في هذا الفيديو سنقوم بتخصيص قالب وورد برس الافتراضي الجديد 2020 أو 2020 ولنقوم بذلك مباشرة اذا قمت بتثبيت وورد برس للتو فالقالب المفاعل الافتراضي سيكون 2020 أو 2020 واذا لم يكن مفاعل لديك بكل بساطة تذهب الى القوالب فستجد هناك قالب اسمه 2020 ستقوم بتفعيله لم تجده بكل بساطة تبحث اضف جديد مثلا تقوم بنقر على اضف جديد البحث في القوالب جيد تقوم بكتابة 2020 وسيظهر القالب هنا تقوم بنقر على تنصيب ثم تفعيل والان سنقوم بتخصيصه هل هو مفاعل يفترض ان يكون مفاعل فها هو مفاعل لدينا اذا ذهبنا الى الواجهة الامامية للموقع سنجد الشكل التالي طبعا اذا كان لديك مقالات ستظهر هنا ممتاز فاذا الشكل الافتراضي لهذا القالب سنجد ان هناك لدينا عنوان الموقع هنا وسطر الوصف هنا سنجد هناك لدينا قائمة لدينا مربع بحث اذا قمونا بكتابة هنا يمكننا البحث بهذا الشكل ايضا لدينا مقالات الموقع تظهر في الصبح الاولى نلاحظ ان يظهر لنا تصنيفات المقالات بالاعلى عنوان المقالة الكاتب تاريخ الكتابة او تاريخ النشر وتعليقات هنا سيظهر كل شيء بالمقالة كل نص المقالة يمكننا تغيير ذلك الان فثم تأتي المقالة التي تليها وهكذا في النهاية سنجد ان لدينا تذييل معين فيه two columns عمودين من الوجات لكن كيف يمكننا تخصيص ذلك فعلا فلنقوم بذلك سنذهب الى القوالب وسنقوم نقر على التخصيص كون هذا القالب المفاعل فستظهر لائحة تخصيصه فبداية لدينا هوية الموقع فهوية الموقع هذا التخصيص يعني موجود في اغلب القوالب هو ان نحدد شعار للموقع او نحدد اسم الموقع ووصفه وايضا هناك ايقونة لهذا الموقع فلنقوم بتحديد الشعار سيطلب مني رفع صورة ساقوم بذلك الان فالان قمت برفع هذه الصورة سأسميها شعار الموقع مثلا والنص البديل للصورة طبعا كما نعرف هو شيء مهم ان نقوم باضافته عنوان بديل عن الصورة فيمكننا كتابة شعار موقع حكم واقوال مترجمة فاذا اختر فاذا ها هي يمكننا نقص الصورة او تخطي القص فستظهر هنا بالنسبة للشعار اذا قمنا بوضع هنا اشارة على هذا الخيار وهو تحجيم الشعار الى نصف حجمه الذي تم رفعه وهذا مما يجعله حدا على شاشات العالية الدقة فيمكننا تحديد ذلك فسيتم تصغير حجم هذا الشعار الى النصف او يمكننا الغاؤه فسيظهر فنلاحظ ان عندما قمنا باضافة شعار الموقع اختفى اسم الموقع فاذا اردت مثلا ازالة هذا الشعار سيظهر اسم الموقع بدلا من هذا الشعار او يمكنني مرة اخرى ان اقوم باضافة هذا الشعار جيد بالنسبة لايقونة الموقع هي الايقونة التي تظهر في اعلى هنا في المتصفح يجب ان تكون مربعة فساقوم باضافة نفسها هي ليست مربعة لكن سيطمني القص فقص صورة لا مشكلة فسيتم عرضها هنا في الاعلى في المتصفح ساقوم بنقر على نشر الان اذن ذهبت الموقع سيظهر للشعار هنا وستصر الوصف هنا ممتاز لننتقل الى التخصيص التالي فالتخصيص التالي هو الالوان فمن هنا يمكننا تحديد لون الخلفية ولون خلفية الترويسة والتذيل ماذا يعني ذلك؟ اللون الخلفية هي لون كل الموقع خلفية كل الموقع هذا هي اللون الذي يبدو افتراضيا او اللون افتراضي يبدو كأنه لون يعني لا اعرف ما اسمه حقيقا يعني مثل اللون الوردي الفاتح لا اعرف اذا كنا اسم هذا اللون فيمكنني التغييره مدى يمكنني توضعي مثلا ازرق اكيد يعني لن يبدو جميلا جدا او اخضر مثلا يمكنني وضع أي لون أريد أو يمكنني وضعي أبيض يظهر كل شيء باللون الأبيض يمكنني إعطاء لون مميز للترويسة ولون مميز للتذييل فبدلا أن يكون نفس لون الخلفية هنا يمكننا إضافة لون لهم فمثلا سأقوم بإضافة لون غامق 3333 ونشر الآن إذا قمت بالتحديث سأجد أن التذييل هنا ظهر بلون غامق وأيضا الترويسة هنا ظهرت بلون غامق ممتاز ماذا لدينا هنا يقول حدد اللون الأساسي هل نريد اللون الافتراضي أم وضع لون جديد فيمكننا تخصيص مثلا وضع لون جديد وهذا اللون سيكون مثلا لأي تاج لون الأي تاج أو لون الأزرار فلنرى كيف يبدو ذلك فمثلا هنا تلاحظون الألوان التصنيفات تغيرت لدينا فيمكننا تغييرها من هنا مثلا أعطائها اللون مثلا أحمر أو افتراضي الافتراضي هو نفس الشيء هو اللون وردي لا أعرف يعني من تدرجات اللون الوردي فيمكننا نتغييره أو تخصيصه فإذا نشر وننتقل للتخصيص التالي فلدينا هنا خيارات القالب لنرى ما هذه الخيارات أول خيار يقول إظهار البحث بالترويسة فإذا ذهبنا إلى الترويسة هنا لدينا هذه أيقونة البحث إذا أردنا عدم إظهارها بكل بساطة نشر هنا وتحديث سنرى أنه اختفى هنا مربع البحث أعتقد علينا إضافته سيبدو أفضل أن نقوم بإضافة مربع البحث وهنا يقول في صبحات الأرشيف تظهر المقالات النص كامل أم ملخص نحن نريد ملخص لأن بالعادة كما قلت لكم أن ظهر لنا هنا كل نص المقالة إذا كانت مقالة طويلة فلا يبدو ذلك بشكل جيد فسيكون الصبحة طولحة إذا كان فيها أكثر مقالة سيكون طويل ومن أفضل أن نظهر ملخص لكل مقالة فسأقوم نقرأ على نشر هنا تحديث فقط ظهر ملخص المقالات كما تلاحظون ليس كل المقالة فضلا تظهر تصنيفات المقالة عنوان المقالة الصورة البارزة للمقالة وملخص عن هذه المقالة وفي الأدنى تظهر لي وسوم هذه المقالة بالنسبة للخيار إظهار نبذة عن المؤلف فعندما نذهب لأي مقالة مثلا مقالة ارتقاء من الداخل فسيكون هناك مثلا كاتب لهذه المقالة أين هو؟ ها هو يظهر اسمه هنا فإذا كان لديه يعني قام بكتابة نبذة عن نفسه فستظهر في نهاية المقالة فسأريكم كيف ذلك سأذهب لأعضاء وكافة الأعضاء هنا تحرير للأدمن وفي ملفه هنا سيقول نبذة عن نفسك سيرة ذاتية مثلا هنا سأكتب نبذة عن نفسي سيرتي الذاتية يعني يمكن إن كتابت أي شيء هنا فتحديث الملف الشخصي الآن إذ ليавذبت مقالة نفسها أو أي مقالة سيظهر نبذة عن الكاتب وعرض أرشيف هذا الكاتب أي كل المقالات التي كتب هذا الكاتب يعني يبدو هذا الخيار جيد للمواقع التي فيها أكثر من مؤلف فيمكن الشخص مثلا أن يرى أن مقالة جميلة فيريد عرض كل مقالات هذا الشخص فيمكنه عرض نبذة عن هذا المؤلف والمقالات التي كتبها أو يمكنني إخفاء هذا الخيار فإذا قمت بنشر وذهبت إلى الموقع مجددا وارتقاء من الداخل لن تظهر أي نبذة عن الشخص هنا جيد نكمل سنذهب الآن إلى القالب الغلاف قالب الغلاف هو الصورة التي تظهر أو الصورة البارزة التي تظهر أين عند الذهاب للمقالة نفسها فنلاحظ هنا كيف يظهر الموضوع يظهر الموضوع لدينا هنا قسم الغامق بين الصفحة والذي يتبع للهدر الذي قمنا نحن بوضع لونه غامق فأيضا أخذ عنوان المقالة هنا أيضا هنا لدينا الصورة البارزة تظهر بهذا الشكل ولدينا محتوى المقالة طبعا أذكركم أنا في صفحة المقالة الآن جيد فكيف يمكنني استفادة من هذا الخيار سأذهب إلى المقالة نفسها فنذهب إلى كل المقالات الارتقاء من الداخل تحرير الصورة البارزة للمقالة هي موجودة جيد وهنا لدينا خصائص المقالة تقوم بالنقر عليها سيظهر لي القالب هل أريد القالب الافتراضي أم قالب الغلاف يمكنني اختيار قالب الغلاف بهذا الشكل وتحديث إذا ذهبت الآن مقالة نفسها لاحظوا ما الذي سيظهر ستظهر لي الصورة البارزة هنا وعليها لون تقريبا أحمر وتكون على مستوى كل الصفحة بهذا الشكل طبعا يمكنني تغيير هذه الإعدادات من هنا من تخصيص فمثلا أغير اللون مثلا أجعله مثلا ماذا نجعله مثلا أعتقد أن نجعله أفتح قليلا قد يكون فإذا قمت الآن بالنشر لنرى فكيف يبدو ذلك لاحظوا أيضا يمكنني تغيير الشفافية الغطاء فلنرى كيف يبدو ذلك فتحرير لاحظوا فهنا ظهرت الصورة أكثر وعندما ننتقل نلاحظ أن الصورة تقريبا تتحرك معنا هذا التأثير يحققه هذا الزر صورة خلفية ثابتة إذا قمت إلغاءه ونشر لنرى كيف سيكون التغيير أو سأقوم بفتح بتبويب آخر بتحديث فتلاحظون إذا لا يوجد أي الصورة لا تتحرك أو ليس هناك أي تأثير المقابل هنا نلاحظ أن التأثير اختلف كأن هناك حركة معينة مع الصورة على عكس هذا التأثير فإذا من الأجمل أن نبقي هذا التأثير ويمكننا مثلا هنا تغيير اللون نص الغطاء مثلا أن نقول أسود على سبيل مثال نشر فإذا تحرير هنا يظهر هنا بلون الأسود حتى يتم يظهر ويمكننا تغيير الشفافية مجددا فلنرى كيف يبدو ذلك فإذا هنا الصورة تظهر بشكل أكثر بشكل أوضح نوعا ما فهذا يبدو بشكل جيد طبعا إذا ذهبت أنا إلى مقالة أخرى فإذا نذهب موقع مقالة أخرى مثل هذه المقالة فلن نجد أن هناك الغلاف لماذا؟ لأن بخيارات المقالة نفسها لم نختار الغلاف فبخصائص المقالة نفسها هنا لدينا لم نختار قالب الغلاف يمكننا اختيار أيضا قالب العرض الكامل ما هذا؟ وسأريكم إياه وسنقوم بعرض المقالة إذا مشاهد المقالة من هنا فإذا العرض الكامل هو أن تكون تأخذ كل الصفحة هذا هو العرض الكامل جيد أن تأخذ كل الصفحة بواقع أن العرض العادي لا يأخذ كل الصفحة بل يتوسط النص هنا في هذه الصفحة يتوسط يعني عرض الصفحة جيد فإذا هذا بالنسبة لخيارات الغلاف فلنرى الخيار الآخر صورة الخلفية صورة الخلفية يمكننا وضع خلفية لكل المحتوى الموقع فمثلا إذا اخترت مثلا مثلا هذه الصورة طبعا هي ليست صورة جميلة هي صورة جميلة لكن الحجم الخاص بها غير مناسب لكن لا مشكلة فأيضا يمكننا وضع إعدادات لصورة الخلفية هل أريدها أن تتكرر أم أريدها أن تكون املأ الشاشة منها بهذا الشكل أم أريد مثلا أن تكون ملائمة للشاشة بهذا الشكل أم تكون متكررة تتكرر أم يمكنني تخصيص طريقة عرض هذه الصورة من هنا هل تريد تكرار الصورة هل تريد تمرير مع الصبحة هل تريد عرض الحجم الأصلي للصورة أم ملائمة للشاشة أم املأ الشاشة مثلا جيد فيمكنك اختيار ذلك فالأفضل املأ الشاشة وأن نختار صورة ذات حجم ذات دقة عالية لكي تناسب الشاشة بهذا الشكل ولكن يعني الآن لا أحد يقوم بهذا الشيء يعني الصورة الخلفية لكل موقع يعني لا تبدو جميلة جدا وإذا كانت الصورة طبعا كبيرة جدا قد تأخذ من صورة الموقع فالأفضل أن نترك الخلفية بيضاء يبدو ذلك أفضل فلننتقل إلى الخيار الآخر القوائم طبعا بالنسبة لخيار القوائم هناك كثير من القوائم هناك أربع مواقع للقوائم في هذا القالب وهذا شيء جميل جدا فإذا ذهبنا إلى الموقع هنا وذهبنا إلى مظهر قوائم يمكننا تخصيص القوائم من مظهر قوائم أو من مظهر خاص تخصيص قوائم فسنجد أن لدينا أربع مواقع للقوائم فدعونا نقوم فنقوم بتخصيص هذا الموضوع فأين سنذهب الآن نذهب للموقع ما رأيكم فإذا لدينا هذه القائمة هنا الصفحة الرئيسية والصفحة السوامي فهذه القائمة مكانها مكان قائمة سطح المكتب الأفقية فإذا هذه قائمة سطح المكتب الأفقية يمكننا تغييرها من هنا مثلا نقوم بإضافة هذا الشيء حفظ بتحديث ستظهر هنا دعوني أقوم بتغيير اسمها مثلا أسميها القائمة العلوية مثلا أسميها باسم يعني واضح بالنسبة لنا بالنسبة لمكانها أيضا سأحذف العنصر الأخير وحفظ فالآن ستظهر هنا أيضا لدي قائمة اسمها قائمة سطح المكتب الموسعة فسأقوم بإنشاء قائمة جديدة فسأكتب لها قائمة سطح المكتب الموسعة سأسميها القائمة الجانبية الجانبية مثلا على الحاسوب أو على الدسكتوب فإذا إنشاء القائمة بداخل هذه القائمة سأقوم بإضافة تصنيفات فمثلا سأختار من هنا تصنيفات يمكن إضافة كل تصنيفات موقعي فسأقوم بإضافة تصنيفات جيد تم إضافة هذه التصنيفات سأختار مكان هذه القائمة قائمة سطح المكتب موسعة حفظ القائمة الآن طبعا سيقول لي تم الحفظ سأذهب موقع تحديث ستظهر لي هنا قائمة انظروا ستظهر هنا إذا قد نقر عليها ستفتح لي هذه القائمة التي فيها تصنيفات كل الموقع هذه القائمة تظهر على اللابتوب أو ديستوب لكن يمكنني وضع قائمة مخصصة لهذا الموضوع على جهزة الهواتف من خلال وضع عناصر هذه القائمة بموضع معين فلنقوم بذلك سأقوم بإنشاء قائمة جديدة سأسميها القائمة قائمة مثلا الموبايل جيد فإذا إنشاء هذه القائمة سأضع فيها مثلا ماذا أضع فيها؟ سأضع فيها التصنيفات مثلا تصنيفات مهمة بالنسبة لي مثلا ثلاثة تصنيفات فقط سأضعها بقائمة موضع قائمة الهاتف المحمول وحفظ القائمة تم حفظ القائمة الآن إذا عدت وتحديث ستظهر لي على الديستوب القائمة الطويلة الأخرى التي فيها أكثر من تصنيف إذا أردت عرض قائمة الموبايل هنا فدعوني أقوم بذلك فإذا ها هي فإذا قمت بالنقر هنا ستظهر لي فقط تصنيفات الثلاثة التي وضعتها أو التي خصصتها بقائمة الموبايل جيد فإذا هذا يبدو جميل أيضا لدينا قائمة التواصل الاجتماعي فسأقوم بإنشاء قائمة جديدة سأسميها قائمة التواصل الاجتماعي جيد فسيكون هناك راوة مخصصة فمثلا سأقوم بإضافة موقعي المفضل بالتأكيد أمسح الفيسبوك وسأكتب هنا نص الرابط مثلا هنا طبعا أنا أكتب فيسبوك أنتوا تكتبون رابط الفيسبوك الخاص بكم أضف إلى القائمة جيد أيضا لدينا تويتر فهنا سأكتب تويتر طبعا تكتبون مرة أخرى رابط تويتر الخاص بكم وهنا سأكتب تويتر أضف للقائمة جيد يمكننا إضافة كل وسائل تواصل الاجتماعي التي أريد من الفيسبوك أريد أن دعونا نريد أن نفتح الروابط بقائمة بتبويب جديد فسأقوم بخيارات الشاشة بالأعلى وأختار أين يفتح الرابط وهنا سأفتح هذه مجددا سيقول أين يفتح الرابط فتح في علامة تبويب جديدة وهنا فتح في علامة تبويب جديدة وأريد وضع هذه القائمة في قائمة اجتماعية جيد فأذا نحفظه القائمة نعود هنا تحديث نذهب إلى التذيير ستظهر لهنا إذا قمت بالنقر على تويتر سيتمتج توجيهي إلى موقع تويتر أو رابط تويتر الخاص به الذي غير موجود فإذن ونفس الموضوع بالنسبة للفيسبوك أو أي وسيلة التواصل الاجتماعي جديدة أيضا يمكنني وضع قائمة هنا اسمها قائمة التذيير فإذا هذا القال فيه الكثير من القوان جميل جدا فهنا سأقوم بإنشاء قائمة اسمها قائمة التذيير وسأقوم بإضافة إليها مثلا دعونا نقول صفحة هذه الصفحات بشكل عشوائي فقط يعني أنا أحاول أن أعرض لكم ماذا يمكننا أن نفعل بهذا القالب فهنا سأختار الموضوع قائمة تذيير الصفحة وحفظ التغييرات فالآن سنذهب ونذهب إلى نهاية هذه الصفحة فهنا لدينا سنجد أن القائمة ظاهرت هنا صفحة سامبل بيج وهو آر وي وأيضا لدينا هنا التواصل الاجتماعي ممتاز فإذا انتهينا من القوائم لدينا أيضا وجات بالنسبة للوجات كما قلت لكم في أول الفيديو هناك أو عمودين للوجات فإذا ذهبت إلى مظهر وجات أيضا يمكن أن نتعديد ذلك من مظهر وجات أو من مظهر تخصيص وجات من هنا يعني فبالنسبة لوجات بدأ نتديل للأول نص مثلا سأحذف هذا مثلا سأحذف التصنيفات سأقوم بإضافة أحدث المقالات تحت النص مثلا هنا أكتب أحدث المقالات يمكن أن يعرض التاريخ مع كل مقالة لنرى كيف يبدو ذلك فإذا بالتديل للأول هنا حول الموقع وجة نص وهنا أحدث المقالات تظهر مع تاريخها أو يمكننا إلغاء عرض التاريخ إذا يعني لم يكن ذلك جميل فبهذا الشكل أفضل أيضا لدينا هنا عمود آخر من الوجات فيمكننا إضافتي هنا فيمكننا مثلا إضافة ماذا نضيف مثلا نريد مثلا معرض الوسوم مثلا فإذا الوسوم مثلا ونحذف نص فإذا حذف جيد فنعود إلى نهاية التديل فإذا يعني يبدو هكذا جميل فهذا بالنسبة لهذا القالب أعتقد لم يبقى أي شيء فالآن إعدادات الصفحة الرئيسية يمكننا بالصفحة الرئيسية أن نعرض آخر مقالاتنا كما هو الافتراضي أو عرض صفحة ثابتة يمكننا نتحديدها من هنا يعني هذا موضوع بكل قوالب ورد برس موجود أذن يمكننا إضافة تخصيصات CSS أيضا هذا موجود في كل مكان أو في كل يعني قوالب ورد برس فإذا في هذا الفيديو تحدثنا عن خيارات قالب 2020 الافتراضي الجديد لورد برس أتمنى أن هذا الفيديو كان مفيد ونلتقي في فيديو آخر مع السلامة